صباح الخير لازم تابعين في الفيديو التعليمي لشركة وينزب بلوكر هقدمه لكم كريم ماجدي وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن نموذج المثلث بأنواع واستخدامات وأنماطه اتمنى الفيديو يكون مفيد لحضراتكم النهاردة وهو طبعا نموذج المثلث احد اهم الانواع اللي بيتعامل فيها المحلل الفني ومن اشهر انواع واكثرها كمان ظهورا عن الشارت وبشكل كبير هنعرف ايه افضل طريقة لاستخدامها هنتكلم على الطريقة بالورقة والقلم وبالكتاب وهنتكلم كمان عن الطريقة العملية علشان خاطر يكون الموضوع سهل ويكون بنسبة كبيرة دقيق نموذج المثلث ليه تلات انواع متماثل وصاعد وهابط نموذج هو طبعا بطبع مكامل الاتجاه هو خصائصه بتقول كده الاساسية لكن زي ما قلت لحضراتكم كمان هنعرف ايه افضل طريقة ازاي نتعمل معي بيجي طبعا في اوقات الحركات التصحية اللي فيها بتتعادل قوى الطلب والعرض بمعنى ان هنا كانت سوق ايجابي بدأت لحد ما يحصل تزبزب وبدأ يحصل حركات تصحية ويبدأ تعادل للقوى فبالتالي بدأ الشكل ده يتكون زي ما معنا النموذج واضح هنا ده طبعا مسلث متماثل ما هواش ساعد ما هواش هابط وذلك هو مكمل الاتجاه فبالتالي كان الاتجاه ساعد يبقى مفترض ان هو هينزل يختبر هنا القاع بتاعه يرجع مرة تانية علشان يكمل الاعلى ويكسر الاعلى ويكمل ارتفاعه يبقى مرة تانية هو ليه تلات انواع متماثل وصاعد وهابط ده المتماثل هنتكلم طبعا كل واحد فيهم وشكله هو بشكل عام سواء صاعد او هابط او متماسل هو نموذج مكمل الاتجاه بيجي دايما في اوقات الحركات التصحية اللي بيحصل فيها تعادل للقوى زي ما احنا شايفين كده ما يفعلش يجي طبعا في شكل الحركات الكبيرة العنيفة دايما بيجي في اوقات اللي فيها دقف السوق زي النموذج الواضح معنا اول نوع عندنا المتماثل هو ده بيكون اضلاع والسفلي والعولوي متماثلين وهما الاتنين متحركين مفيش عندي واحد فيهم ثابت او ماشي بشكل عرضي الاتنين رايحين لبعض طبعا هنوضم مع بعض بالزورة بالصورة نموذج استمراري مكمل الاتجاه بيجي طبعا بعد الاتجاه الصعاد علشان يكون اشارة الاستكمال الاتجاه الصعاد وعلى العكس وعلى النقيد بيجي بعد الاتجاه الهابط علشان يكون اشارة الاستكمال الاتجاه الهابط نفس طبعا النموذج اللي فات ده رايح لده مفيش واحد فيهم خط عرضي او حد فيهم ماشي بالعرض الاتنين تقريبا نفس الشكل والاتنين عكس بعض ده جاي من فوق وده جاي من تحت الاتنين معادي ده معادي على اتنين اه توبين او قمتين وده معادي على قاعين علشان خاطر يوصلوا البعض او يكون في نقطة التقاء بينهم بينهم يكونولي نموذج مكمل الاتجاه ونموذج المسلس المتماثل خصائص نموذج المسلس المتماثل بيجي طبعا بعد السعود هرقة هابطة وضعيفة متزبزبة اللي احنا قلنا فيها هيا الحركات التصحية او الهدوء اللي بيسبق العصفة او استمرار الحركة تانية للتقاط الانفاس والجاني الارباح كل القيمة وقاع غددين بيديوا اكتر علشان خاطر تكون موجة جديدة اصغر من الموجة السابقة زي ما احنا شايفين مع بعض ده اقل ده اقل من ده فبالتالي بيكون مكون من لور توبس او قيمة اقل من بعض هنا القاعان بيكونوا ايضا اعلى من بعض وذلك دايما مسافة بالديق علشان يوصل في الاخر للشكل المسلس اللي احنا شايفينه ده نهاية تكون طبعا مفهولة مش لازم يوصل للاخر طبعا ممكن يخرج من هنا ممكن يخرج من قبليها لكن باي حال من احوال لو مادية الاكستنشن بتاعه لازم في النهاية يكون قدامي شكل مثلس مستهدف النموذج المسلس المحايد هو حسبته سهلة وبسيطة اول ما بيكسر المسلس المتماثل الاعلى بتكون اشارة لاستكمال اتجاه الصاعد مرة الاخرى وطبعا كل اللي احنا بنقوله في المسلس المحايد بالنسبة لاتجاه الصاعد على النقيد وعلى العكس تماما هيكون الاتجاه الهابط هدف النموذج هو قياس طول اكبر موجة من موجات المثلس واسقطها على نقطة الكسر بمعنى اطول موجة طبعا هتكون في بداية المثلس فاحنا بنقسل هي دي بنقسل مسافة من النقطة دي للنقطة دي ولتكون مثلا هتكون مية نقطة هي هي نفسها بنجي نقررها هنا من منطقة الكسر لو افترضنا طبعا ان هو كان الكسر في منطقة دي او في المنطقة دي او في المنطقة دي هيكون ده التارجت بتاعي هما التسعين او المية نقطة اللي كانوا مع اكبر موجة المثلس الصاعد ده نموذج طبعا مثلس بيكون افقي بشكل مستقيم تقريبا وبيشبه المقاومة بسبب وجود قمم في مستوى واحد تقريبا الدلع السفل دي بيكون مائل للأعلى زي خط الاتجاه الصاعد لان كل قاع جديد بيكون اقل من القاع السابق لي او اعلى طبعا كرقميا زي ما احنا شايفين هنا مع بعض هنا خط افقي مكون من القمم كلها على نفس المنطقة طبعا بيكون مكون من منطقة مقاومة واضحة لازم بيكون في النهاية بتكون دي منطقة مقاومة قوية على السعر لكن بالناحية تاني هنلاقي ان في خط الاتجاه الصاعد بيضغط على المقاومة دي علشان يتقابلوا يعملوا لنا المثلس بالشكل اللي احنا شايفينه ده تقريبا بيكون بداية من زاوية 45 لحد زاوية طبعا ارب السبعين او الخمسة او الثمانية تمام زي ما احنا شايفين هنا مع بعض الشكل النموذج اللي احنا شايفين ده اعتبر المثلس لحد المنموذجي نفس طريقة الاياس طبعا هنتكلم فيها لكن نفس الشكل الاول ادي قمة ادي قاع عفوا ادي القاع الاعلى منه ادي قاع الاعلى منه هنا القمم الثلاثة على نفس المستوى وعلى نفس الليفل بتاعهم يذلك يكون من خط او طبعا خط مقاومة وخط اتجاه صاعد تقابلوا مع بعض وعمل اللي احنا شايفينه عند كسر طبعا نضلع العلوي للمثلس بتكون اشارة لاستكمال لاتجاه الصاعد مرة اخرى وبنستفيد من الشراء بعد كسر طبعا العلوي للمثلس الصاعد وايضا الهدف بتاعه بنفس طريقة الحساب بنشوف اعلى نقطة لي او اعلى موجة لي هتكون طبعا هي اول موجة وهتكون هي اوسع حتة في المثلس وبيتم اسقاطها بعد منطقة الكسر بنشوف الرقم بين مين يقدر يروح لحد فين ده الهدف من نموذج المثلس الصاعد ولكن زي ما قلطت لحاليكم ده للكتاب اللي بالقرأ القلم هنتكلم مع بعض في النهاية ازاي ايضا استفيد منهم هما الاتنين المثلس الهابط نفس المثلس طبعا الصاعد ولكن بالعكس بيجي في الاتجاه الهابط بيكون قيعان على نفس مستوى تكون منطق الدعم وخط اتجاه هابط ضاغط عليهم من اعلى بالشكل اللي احنا شايفينه وبيكون نفس الحسابات وبيكون نفس الطريقة بتاعة البتاعة خط صفلي بشكل عرضي بيكون على القاعين او اكتر طبعا لازم يكون طبعا لفل واحد متقاربين بشكل كبير جدا حتى لو بينهم فروقات بسيطة زي ما حاصل هنا لكن متقاربين بشكل كبير لان زي ما راحك في النهاية بتبقى هي منطقة دعم وخط طبعا اتجاه هابط ضاغط عليه من فوق علشان يفسق ونفس الموضوع نفس الحساب اعلى او اوسع حتة في المثلس بتكون طبعا اول منطق عنده بنقيس المسافة بينهم وبنبدأ نحطها من منطقة الكسر بيكون ده المستهدف بتاعه زي ما وصل هنا وبدأ يرتد مرة اخرى ده خصائص نموذج الهابط والمثلس الساعد والمثلس المتماثل كلهم تقريبا نفس الفكرة وكلهم نفس الحاجة لكن ده بالورق القلم خلونا نتقل مع بعض ونشوف التشارت ونشوف زي نقدر نخرجه من التشارت وزي نقدر نسفيد منه اقصى استفادة ده مسائل على النفط خلينا نشيره لحضراتكم ونرسمه مرة تانية اهن اللي انتو شايفينه ده نرسمه مرة تانية دايما لما بنيجي نرسم المثلسات بنجرب بلاقي ان انا عندي مثلا القاعين اعلى يعني قاع والقاع اللي بعده اعلى منه وببدأ ارسم خط وليكن كأيني بارسم خط اتجاه صاعد لقيت ان تمام ببدأ ان انا اشوف كمان هل بيقابلوا من فوق قمم اقل من بعض زي ما حصل هنا وببدأ ارسم عليهم بليون هما تقابلوا ده كده مسلس طبعا ده مسلس محايد هيكون مكمل للاتجاه اللي هو كان صاعد فبالتاني مفوض يحصل صعود في نهاية انا بقول افضل استخدام المثلسات نشوف مطرح ما قسر لان لو نموذج بالتاعي سليم ومظبوط اكيد هيكسر من الاتجاه الصاعد ويكمل لكن لو حصل ان هو اي اختلاف فيه او النموذج عموما ما كملش على النجاح او انا كنت رؤيت ليه غلط يبقى بالتالي الخط اللي تجاه لانا رسمه ده هيكسر عكسه وهيكمل لأسفل يبقى بالتالي لاتجاه لأسفل فعلشان اكون مؤمن نفسي بفضل ان انا استنى اشوف هيكسر منين بنيجي نقيس ادي اطول موجة عندي بقيس من بداية المثلس اهو لأعلى نقطة يبقى بالتالي ده المستهدف بتاعي لو هنقول ان ده منطقة الكسر ونقرب شو هي متوقع لي ان هو يروح للتلاتين عشرين اللي هو تقريب من قرب منطقة المقاومة اللي اساسا هي مرسومة قردي مسبقا وده النموذج المثلس المحايد ده شكل دي او مثال دي حي احنا طلعناه التي قدام حضرتك بقى مرة تانية ده اتجاه مسلس محايد نتقوم من خط اتجاه ساعد خط اتجاه هابط اتقابلوا مع بعض قمتين هما اقل يعني القمة والقمة اللي بعدها قال لقاعين القاع والقاع اللي بعده اعلى منه ده سموا مع بعض الشكل اللي احنا عاملينه نموذج مكمل الاتجاه جاي بعد خط اتجاه ساعد ولذلك هو مفترض يكون لسه في اتجاه ساعد علشان نجيب المستهدف بتاعه بنقيس اكبر موجة عنده او اوسع حتة في المثلس بتكون طبعا هي بداية المثلس ومعاها بنبدأ نرسم نفس او بنعمل اسقاط لنفس الخط ده او النقاط دي من بداية الكسر او ممطقة الكسر بالتالي اللي هتكون المسافة تقريبا ما بين النقطة المحورية 27 لأول نقطة مقاومة عند 3020 وده كده يبقى المستهدف بتاع المثلس المحايد خلونا نشوف نماذج تانية زي على اليورو ده نموذج لاتجاه هابط ولكنه ما كتابلوش النجاح هنا كان خط مقاومة او خط دعم عفوا خط افقي ماشي مع بعض وخط تجاه هابط ضغط عليه بعد تجاه هابط كان نموذج مسلس هابط ممتاز ما مفترض كان السعر ينزل الاسفل لكن ضرب منه ورجع لعلى وعشان كده هنقول ايه هننتظر الكسر لو قصر لفوق ما عنديش طبعا تارجت لانه قصر عكس نموذج فبالتالي ما قدرش امشي على خصائص ومقاييس النموذج ولكن لو كان قصر الاسفل يبقى هنقيس المسافة من اول نقطة ونبدأ ان احنا نمشي معاه لكن زي مردت لحضراتكم احنا بنجرب دايما في الرسم بنجرب بنشوف بنشوك في شكل بنرسم ونبدأ ان نرسم الخط التاني اتقبلو يبقى ممتاز نموذج ممتاز ابدأ اشوف بقية الشروط والطلبات المتوفرة وبكده نكون وصلنا لهاية الفيديو اتمنى ان هو كان مفيد لحضراتكم واتمنى انتم سابعونا في بقية الفيديوهات بشكركم اكيد عزيزيز ومتابعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته